قانون يقضي بمنع الناخبين من التصويت في غير موطنها من الانتخاب يلزم القانون الناخبين بالتصويت في الدوائر الانتخابية التابعين لها فقط اذكروا أنه في السابق كان القانون يتيح للناخب الإجلاء بصوته في أي دائرة انتخابية الأمر الذي قالت المعارضة أنه تسبب بعمليات تزوير في الانتخابات انضم إلينا من القاهرة العضوى المعارضة والوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى ضرورة مواصلة الحوار بين جميع القوى السياسية في مصر ناشطون مقتل تسعة أشخاص في سلسلة عمليات العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدن سورية عدة في العاصمة دماغسل سكاينيوز عربية بمقتل نائب رئيس فرع الأمن السياسي في المخابرات أحمد برمادة في مدينة المكلة شرطي تونسي في مواجهة بين قوات الأمن ومسلحين على الحدود مع الجزائر وقال سكان المنطقة أن زيارة تحمل متفجرات وأسلحة تعطلت الخدمة الألكترونية لعدة منتجات لشركة جوجل بما في ذلك خدمة البريد الألكتروني جيميل لساعة عدة في العديد من البلدان أمس الأثنين تحدد الشرطي لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما زيارة التطبيق الخاص بموقعنا على آيباد سكاينيوز عربية ونتابع بعد قليل رئيس محمد مرسي وكذلك المعرض له للخروج في مظاهرات اليوم وذلك قبيل الاستفتاء على مساودة الدستور الجديدة المختلف عليها قبيل المظاهرات فدق وإلى الشأن السوري حيث كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن خطة لدعم المعرضة السورية عسكريا يتم التحضير للخطة من قبل تحالفا دولي يضم بريطانيا قالت الصحيفة إن رئيس الأرب وريفها التغلب على مصاعب الحياة الناجمة عن الحرب بتنظيم أحيائهم ومناطقهم خاصة ما يتعلق بتوزيع الخبز والمواد الغذائية يعاني المدنيون في المدينة من أثر القصف المدفعي والجوي الذي خلف دمارا واسعا في البيوت والممتلكات والمرافق الحيوية استخدمت قوات الأمن السودانية الغازة المسيلة لدموع والهرين لتفريق مئات الطلاب الذين تظاهروا في العاصمة احتجاجا على مقتل أربعة عين خلال الساعة القادمة وقد قدم رئيس وزراء مالي شيخ مبيدو ديارة استقالته عبر شاشات التلفزيون الرسمي في منزله في باماكو وذلك بعد ساعة من اعتقاله أطلقت إيران موقعاً ألكترونياً جديداً يحاكي موقع يوتيوب العالمي ويخدم السياسات الإيرانية لكن هذه الخطوة هي مجرد واحدة من مجموعة خطوات اتخذتها طهران ما يشير إلى سعي إيراني حثيف للسيطرة على الانترنت في البلاد أعلنت سلطات الأمنية في محافظة السويس شبق مصر عن اتخاذ الإجراءات الأمنية الكاملة لتأمين المحافظة ومنشأتها خلال التظاهرات اليوم وفي مقدمة الأماكن المجرى الملاحي للقناة والمنشآت العامة داخل المحافظة كانت القوى المؤيدة وكذلك التيار الشعبي وعضو جبهة الإنقار الوطني في مصر إن مقاطع تتياره للإعلان الدستوري أو المشاركة في الاستفتاء بلا منبثقان عن اتجاهات رأي العام في مصر مضيفا أن فرض هذا الدستور سيدفع مصر نحو المزيد من الاحتقان على حديث عبيره من الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر يوم الثقة القادم كما سيتناول الاشتراكس الانقسام في الشارع المصري على المؤسسة القضائية التي شهدت هي الأخرى خلافات بشأن المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستوري الجديد المقرر إجراءه كما ذكرنا أسفل المقبل ينزل القانونان إلى الشأن السوري لم يقدم الاتحاد الأوروبي على الاعتراف الكامل بالإتلاف الوطني السوري كما فعلت بريطانيا وفرسا مرجعا ذلك ينضم إلينا من مراكش نائب رئيس الإتلاف الوطني السوري جورج صبرة أستاذ جورج أهلا بك إلى هذه المشرة بداية هناك انتقادات كثيرة بأن الاتلاف الوطني ذهب دون أي رؤية أي مشروع يعني لا المكتب السياسي انتخب لا الحكومة الانتقالية التي سمعنا عنها كثيرا انتخبت كيف سيؤثر هذا فعلا على موضوع الاعتراف وموضوع المساعدات التي ستقدم في هذا الاجتماع أعتقد أن هذا التقليل فيه تفير تقارير الميدانية الوردة من العاصمة السورية دمشق أكدت تحسيق على رأس السعر نصف مليون لاجئ نشطون مقتل تسعة أشخاص في سنسلة عمليات العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدن سورية عدة في العاصمة نشطون على شبكة الانتقالات شريطا مصورا يظهر قصف دبابات تابعة للجيش الحر موقع تابعة للنظام السوري في حلب وقال النصف بفى نشطون على شبكة الانتقالات مقطع فيديو يظهر قيام أفراد من الجيش الحر بتجهيز صوريخ وراجمات بهدف قصف مقرات تابعة للحفومة السورية وذكر قصف فرع الأمن السياسي في المخابرات أحمد بارمادة في مدينة المكلة بمحثة على الانتقالات من قبل ناشطين مشاهد لما قالوا إنه استهداف مطار المزة العسكرية في دمشق بعدة قبائف هاوى من قبل الجيش الحر لم يتسنى لنا التأكد من صحة الخبر من المصدر المستقبل الميدانية يطلعنا عليها بسان بونني مرسلنا من الحدود التركية السورية